موسيقى 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 مرحبا مشاهدينا وينما كنتوا عم تحدروا هنا بلبنان وفي كل أنحق العالم حان موعدكم مع نيتور والليوم مارت بيروت معي واليوم بنا نحكي مثل ما عم تشوفوا عن السيكلمان الصباح الخير مارت كيف تحقق اليوم؟ تمام موضوع كتير حلو هلأ بالطبيعة كمينا في سيكلمان مزموط نحن بس نتمشى بهالسيزن هلأ مع الولاد نقطف سيكلامان ونحطهم بس ما بيداينو صحيح داينو أنجا ما نقطف من الطبيعة كم ساعة أو نهار لازم نقطفهم ولا ما نقطفهم حرام نتركهم بالطبيعة واللي بحب السيكلامان هيك مثل بوكي يشتري يشتري ويتركوا ليك للطبيعة لكل العام وهلي أكيد أكبر وأجمال وفي زهور أكثر وألوان أكثر خاني خبرك عن السيكلامان بالطبيعة في نوع واحد مضبوط بعد أول سؤال باللبنين لدينا ثلاثة أنواع سيكلامان الآن الألوان شوي كلهم هيك روس بال بس عنا ثلاثة أنواع واحدة اسمها سيكلامان بيرسيكم يلي هي كتير موجودة أكتر واحدة من نشوفها في سيكلامان كوم بتكون ورقتها شوي مختلفة وعننا سيكلامان فريدة لللبنين اسمها سيكلامان ليبانوتكم الآن مش الكل بيعرفوا الفرق لما يشوفوهم بس إذا متطلع على الورقة على شكل الورقة على شكل الزهرة بنعرف أنهم هن مختلفين نحن بالطبيعة عندنا هاتلت أنواع. بعدين أو خاصة أكيد بأوروبا وهيك. واحدة من السيكلمان اللي نصميها السيكلمان دي فلوريست أو حتى السيكلمان بيرسيكم المعروفة كتير. الصلوة كبروا للزهرة صارت تضاين أكتر. وصارت مثل اللي نحن هلأ عم نشوفها عنا هلأ بالستوديو هيك. هيدا الزهرة سيزنر. هلأ. مصبوط؟ هي ما بتموت. هون هيدا اللغة اللي بدنا نجرب نوضحها. السيكلمان هي نبتة بترجع كل سنة. هلأ هي بصلة فعندها زهور وعندها ورق وعندها بصلة. هلأ بدنا كتير نفسر بعد شوي. شو يعني عندها بصلة لأنه شو هي البصلة كيف نشتغل معها ترجع كل سنة. سو إذا بتجي تفكري أنه هي أنه سيزنر هي لأ لأ أنا بتضل عايشها كبصلة بس كل سنة فيها ترجع بس مظبوط بتختفي. بس يالي بالطبيعة سيزنر. كمان لأ بترجع. كمان. يعني راح نشرح لك كيف بتصير. إذا بيبو عنايا هيك كبيرة. سو ليك كيف معمولة السيكلمان. راح قلعت واحدة هيك تنفسر بس مش راح نجوي كتير بس كتنخبر. هيدا البلانت هون الزهور طبعا وهولي هون هنا الورقاتها. إذا نحنا منطلع تحت الورقات هون بالترابيت في بصلة كتير كبيرة. أوكي مظبوط. أوكي البصل هي نوع ورق. هيدا لازم نعرفها بكل شي بالبصل بالطوم بالسيكلمان بالتوليب. البصل هي نوع ورق. فكيف معمولة السيكلمان؟ معمولة بصلة تحت الأرض. النبتة بتبعث الغزاء عليها لترجع كل سنة. سو شو بيصير اللي عنده سيكلمان ببيته؟ بده هلأ بيبصد فيها شهر شهرين يلي هي أوقات أكتر. بعدين ما بتحت زهور. بيروحوا زهور كلهم. كلهم. بيرجعوا بيختفوا كل الورقات. هيدا طريقتها للنبتة لتبعث الغزاء على بصلة. قدي وقت. هلأ حسب. أوقات تخذ تلت شهر. أوقات تبتع تلت شهر من دون ولا ورقة. هلأ بالآخر بيروحوا كل الورقات فهي بتضل عايشة أندلجروند لتقطع الشتاء كبصلة. أول ما يبلش الربيئة أوقات قبل بتبلش ترجع لي لأنه هي بتكون حطت كل الغزاء بالبصلة تبعها. وهيدا الشي بيطبق على كل البصليات يعني توليب هيك النرسيس هيك الجاسانت هيك عندهم سايكلز. سو كل النباتات اللي هي من بصلة لازم نفهم كيف معمول سايكل. هلأ بنفسر أكتر كيف نهتم فيه. فإذا بنتيك لأ ما فيها نقول أنه هي سيزنة يعني مش بتموت كل سنة طريقتها بتختفي تترجع كل سنة وكل ما نحن وينفزت بالبصلة نكبرها كل ما السيكلة ما السنة جاي أكبر وزهرتها أكبر وكالشي. مي بني. سؤال. أوقات مثلا من جيب نحن أركيدي. هلأ شوية أرسجي. يس. بتكون زرقة ترجع بس بدأت تعطي بتاعتي ورقبيد. صحيح زهور. زهور سوري. هلأ هيدا السيكلة ما مثلا بيضة بدأت ترجع تعطي أبيض الزهر. زهر ولا كمين نفس الشيء؟ خلينا نفسي لك شو الفرق بينتهم حتى بين الأورتنسيا تقول كيف بغيره ألوان النباتات. الأوركيدة ما في أوركيدة بلو. فهي أوركيدة بيضة بالأساس. بس بحطولها مثل سنقول ليكيد. ليكيد بالرسين. لا يزرع. كل ما بيخلص مفعوله بترجع بيضة. هذا لأنه شيء الإنسان عمله بترجع. ليس نفس الشيء. أبدا. هون السيكلة ما كيف هي بترجع. ألوان طبيعية. 100% بترجع كل سنة. هلأ كيف معقولة تغير؟ لأنه أنا بقدر كتير السيكلة ما. يعني أنا بقدر يكون عندي السيكلة ما. إذا عدت يتبذر وزرعت البذرات شيء. وبقدر إخد البصلة قصة ويصير عندي أكتر من واحدة. مصبوك. فإذا قصيت من البصلة تطلع مثل زيتها مثل أمه زيت اللون. إذا من البذر فيها يغير لونها. بينما الأورتانسيا بيغير لونها حسب البي ايج تبع السويل. يعني بالأورتانسيا حسب كل ما التر بتكون أسيد بسي الأورتانسيا زرعة. وكل ما بتكون أكتر ميلة على البذيك. يعني هي بدل أسيد بس ميلة على البذيك. على زهر. كل ما بتكون زهر. فالألوان تختلف بالطريقة بين هطلة نباتات أكيد. أوكي. عم تشوف أنه هون في الفريزة. صح. ها هي. هيدا كمان هون فريزة 100%. والعادة بس أكبر. صح. هي السيكلمانة الخاصة اللي لدينا عنا سيكلمانة فلوريست مثل ما مسميها. عملوا كتير منها إبريد. يعني بيصيروا يجوزوا هيدا لهيدا بأصلا. مثل اللي رنفل شوي. صح. ففي أكتر من ألفين نوع. منهم بيكونوا مقراطين الزهرة. منهم حتى فيهم لونين ثلاثة بزيت الزهرة. أنا بس أحملت خمسة معي. بس حاليا في أكتر من مية مزهرين عنواع مختلفة وهيك. فهيدا كله أشياء عملها الإنسان تتكون أتراكتف تتكون كبيرة. كتابلك في منهم عنا أكتر من لون بقلب الزيت النبتة وهيك. هلأ خبر كمانا وين بتعيش وإذا فينا نزرعها. الحلو بالسيكلمان أنه إذا أنت عندك مثلا شجر. طلع بيليكن عندك بارتر فلوري تحت فيها تعيش بالفاية تبعون. مثل شوي بالطبيعة. إذا مثلا أوقات بحطوهم تحت الزيتون تحت إشياء هيك. بس مهم نعرف أنه لما تروح نضلنا أنه هي موجودة. يعني تترجع كل سنة وهيك. فيها تعيش بالسخرة يعني عنده جاردان روكاي. عنده حفة في حطة بقلبهم. وبتقدر تعيش ساحل وجبل. في البيت وين بدنا نحطها؟ كيف نهدم فيها؟ بدا شمس؟ بدا هوا؟ هلأ هي بما أنها نبتة تزهر عادة تحب أكثر برات البيت. وبتحب أكثر المية أمبر يعني هذا اللي تحبه. ما بيمنع أنه فيها نحطها بالبيت. سو بقلب البيت فترضي أنت هلأ هاي سيك لعمماني يالي هون. بس يجيك كدور. بدك تحطها بالبالكون. مية بمية. سونا نقول هاي دحبت يا صح. بيتحطها بالبيت. سو فيك تركيا بالبيت طالما هي مزهرة. هلأ على شارة هلأ منك خبر كيف النص إياه أهم شيء. حتى بمطرح فيه هوا شوي عم يلعب كلما أحسن ومع الوقت كلما برح يروحه. فتحش ببيكن هوا البيت. ايه بتفضل. يعني هي أودور بلانت يعني. بس سيك لعممان مثل هاي. فيك تحطيها على قليلة شهر شهر ونص بقلب البيت ودلها مزهرة. بس نديك تساعديها شوي لدلها مزهرة يعني بفرتليزر. إذا جبتنا واحد هلأ بتقول كمين كيف نستعملهم. والأساس هو دايما أنه مثل عم تقول نخليها تتحوها. ما بدوا يروحوا كل الورقة الآخر باتر نحطها على البلكون لأنه عايزة ساعات سقعة لترجع تزاهر. وهيدا اللي ما بيعرفوه أوقات العالم يعني السيك لاما أو توليب أو كل هول. فينا خاصة إذا نحنا بالسحل وبدنا إياها تزاهر بعدين بقدر شيل البصلة بفترة معينة بحطها جمعة بالبراد وبرجع بزرعة. هاي الجمعة بالبراد تعطيها ساعات سقعة لترجع قوية وهيدا بتوعي البصلة. واو هلاد. هيدا منيحة إذا عملنا هيك. لأنه خاصة بتعيش أكثر على فوق الأربعمية؟ لا بالبنان السيك لاما في منها على الساحل كوبليتلي وفي منها على الجبان. وهي بهيدا الناحية قوية خاصة أنه هي بسة تحت الأرض قادرة تحمي حالا من هذا الموضوع. بس بتحب السقعة لترجع. فمشان هيك دايما بترجع بعد الشتة. فإذا واحد بالبيت عنده إياها وفي حرارة عالية وسلحة. بده يضع يسقيها ويهتم فيها تترجع تعتزو. كيف يعني نهتم فيها ونسقيها وهيكي؟ كنت أقول لك يا بدنا نعمل إنفستمنت بالبصلة. يعني البصلة هي البنك طبعا السيك لما. كلمة كل سن البصلة تريد كلمة أحسن. مثلا أنا هون جايب معي فرتيلايزر اسمه بلوم بوستر. يلي هو منقدر أن نحطه مرة كل شهر شهرين بالأرض. هيدا بقلبه في المعادن. نفس الوقت لتزهير. هيدا الليكيد؟ لديا الليكيد هيدا. نفس الوقت لتزهير. نفس الوقت لتعمل ورقة وتقوى البصلة. شو الكمية؟ هلأ منحط لأنها هي صغيرة يعني. سدت أنينة ماء صغيرة لليتر ماء. وبعدين فينا أو نصقه أو نغطسها. أهم شيء ما نجيب الماء اللي فيها الكيمياء وعلى الورقات. إذا دلينا نعمل هيدا الشيء بسعادة كتير للنبتة تتقوى بصلتها وترجع بعدين مثل ما هي وهيك. هيدا شغلة مهمة نعملها بدنا كتير نهتم بالبصلة. الشيء فيها نعمله كمان بالخريف أو بأول الشتاء من حط سماد عضوة بالتربة أو أسميد سلو ريليز. هيدا كله للبصلة تكون عم تتغزى لترجع زهرة كتير قوية. والتربة كتير مهمة بالسيكلماء. بدها نوع تراب مثلا مثل كمان نجيب معا تراب هون يلي هو يكون درينا. يلي ما بتجمع الماء حوال البصلة وبتخنقها. فهيدا كمانا كتير مهمة في هون هيك. أوكي. شو بعد؟ خبرك شوي عن السابول طبعا. وعن إذا بتطلع يستف تفرجينا ورقة من القلب بتشوفي كيف دايما فيها هيك متل أحمر على الورقات هيك عم بيبلش دايما. وكيف كل واحدة من السيكلماء عندها متل أشكال غريبة عجيبة على ورقتها. هيدا كله لأن السيكلماء بالطبيعة هي واحدة من الكينكس تبع الكاموفلاج. يعني تطلع كيف حمراء كيف هي تصير كمبيت لحمراء غير ورقات. وإذا بتبرمي الورقة بتفرجي أشكال مرسومة على الورقة هيك مثل لحظتها وقت واحد بيشبهها لحشرة لكروفات هالإشياء كله. سنخبر كيف هولي بيخلقوا هيك ولا السيكلماء حتى بعضها بتطلع حتى اللي بيكونوا بالطبيعة ورقاتهم زيت الشيء. فهن السيكلماء هن من اللي بياخدوا الأدابتاسيون لمطرح كتير عالي. سأولاً الورق الأحمر فرجيناه من شوان من تحت هي طريقتها لتقدر تعيش بالفي. سكل النبات اللي عندهم ورق أحمر هو أنه هي نبتة بتقدر تاخد أشعة الشمس تعطينا ألوان وتاخد ألوان يعني هي فيها تعيش تحت شجر كتير كبير بفياتهم. مشان هيك هي حمرة وهايك بما أنها هي زغطورة وعلى الأرض لتباعد عننا الحشرات وتباعد عننا أوقات الحيوانات المعقولة تاكل الورقات عاملة هالرسمات على الورقة اللي أنا وياك ما بتخوفنا بس أوقات حيوانات عصافير حشرات بيخافوا من هالرسمات ببينهم مية بالمية. يعني هي الكاموفلاج تباعد مثل كأنها حشرات كبيرة كبيرة أو كروفات أو يعني واحد بتكون عنده شوية خيال ليفهم الرسمات تباعد وكتير بتشوفي أوقات بالطبيعة بتكونها عم تتمشي. هي السيكلمة حد لحده حد لحده ورقاتها مش مش زيت الشي هو لأنها مثل كأنها طبيعتها رح فرجيك بس اكزامبتا نفرجي. كيف هيدا الورقة كبيرة كيف التورقات طبعها مختلفة هلأ منحط نحط بعضهم هيك بس يبينوا. هلأ بيكونوا مختلفين يعني نعشي الورقة الفرجية هلأ بيكونوا الورقات مختلفين من واحدة لواحدة بكتير اشياء هيك ماشي شنا بس ورتين. لكن الاختلاف لزيت النبطة مش نفس الرسمية مية بالمية بالمية. هلأ بلبنان تخبرك كمان شغلة مهمة السيكلمة عندها أكتر من 17 اسم. قد ما هي منتشرة وكل داية عصمتها شي. الاسم الكثير معروف بخور مريم وفي ناس بيلعبوا بالسيكلمة بعملو له أغاني ومش رح نقولون هلأ على هوا بطلق تير شوي سقيلة بس بيدربوها لينزل إشياء منها وبحطوه لأغاني. سو بالقسم المعروفة للسيكلمة دويك الجبل في منهم اسمهم سيديميدي في سكوكو في سكوكا على الماي ففي أكتر من 17 اسم لها النبطة بلبنان. سكوكو سكوكو سوحاسة بديها. هذا كله بدل إذا هي منتشرة لأنه كل ضيعة بتعطي اسم مثل ما هي بدها لنبطة موجودة بكثرة عندها. سوهيدا بخليات تكون موجودة ولأسمها بخور مريم لأنه ونحن هلأ كمانا بالفترة يعني للسيام وبعدين بعد شوي في باك. هي واحدة من النباتات اللي بترمز العدرة وبترمز كمانا للفصح ويكتر. كيف يعني. ورقتها للسيكلمان هي قلب. مزبوط. سو كمانا دايما بيعتبروا متل وأوقات بتطلع فيها خاصة هيدا اللي هون. مزبوط. إذا متطلع لها بتحس بشبهوها للعدرة عم تبكي على الصليب. سو مش نيك السيكلمان هي بترمز لهالإشياء كمانا. عندها الورقة. الألوان أكيد طبعا الطبيعة بتشبه كمانا رداء العدرس وكمانا السيكلمان عندها كل هالسيمبلز يعني مش نيك منشوفها بكترة مرسومة بالإيقونات أو قات وهالإشياء كلها. أوكي. رح ناخد وقفة قصيرة وبنرجع من تابع نيتر. من تابع نيتر مع مارك اليوم ما بنحك عن السيكلمان. هلأ إذا قدمنا السيكلمان فيه في معنى سبيسيال. أكيد السيكلمان. خاصة هلأ جمعة الجي عيد الأم. ميبنية. أول شي فيه عندنا لقلتلك المعنى الدينة طبعا بس السيكلمان كمان. ميبنية. سو بتاعني كمان إذا عم نهديها على مزر زي أو حتى لصبية وهيكي. دائما بتاعني أنه شخص عم نهديها هو كلاس. وهي يعني. هلأ بدك تهديني لأنه أنت دائما كلاس. ميبنية. وديما أنه مشاعر إيجابية بالسيكلمان. يعني هيدا الفكرة منك نبتة لما نكون عم نهديها. بوزيتيف. دائما بوزيتيف. وشنهيك السيكلمان هي من أكتر إشياء بتنهد على عيد الأم. وفي أجمال ما فيه. يعني عن جد هالقلوين. وشمع عقول عن جد. وآسعارها كتير مقبولة. صح بالنسبة لكتير من الشتر. بالنسبة لكتير. ميبنية. بالنسبة لكتير من الشتر. هلأ سألتك تحت الخوى. بيكون شوية غالة. وهيدا البزر بيزرعو. طي يطلع لهم شت له الأدى. مهمة أكيد بديها وقت لتكبر وهيدا. وفي الزراعة الثانية اللي هي من البصل. سو أنت فيكو عندك فيك تشيبة بصل من الطبيعة. بس كمان من هول البصلات. بس من الطبيعة فيه كبير. لا لا لا. ما بتطلع هيك أبدا. سو إذا بروفاشنلي مثل هول بيجيبوا بصل من بره. وهيدا البصلات فينا مع الوقت نقصها. يعني هي بسة السيكلمات طويلة سوداء. مش ما بتكون مثل البصلة العادية يعني. فنحنا بنقدر نقصها. أهم شي لما قصها بيقدر عامل أوقات عشر شا ثلاث من البصلة. القصة طبعا. وإذا أنا معقمت منيح. وحطيتها بتتراب شوي غلط فيها تخلق أمراض فطرية. طب خلاص ما سألت هالسؤال. لا كتير هيني. هيني بيعملوها العالمي. بس ينتبهوا. يعني إذا ما كانت بنظافة بتخلق أمراض فطرية بتموت البصلة. فمشان هيك في ناس بدون يعرفوا يحموا على القليل لأول فترة. نشتري ونربي. فيك أكيد هلا. أنا آيا. هلا إذا واحد عنده أكيد جنين كبيرة. وقتها. المتا السيف بيقول يعني. بيسألك وبأنتبت. اللي ما بحبه زراعة ومش صابورين هالإشياء بيقوله شريته ولا تربيته. بس أنه حلو. لا أنا بحب بس أنه هيك التاتا. لا منها صعبة يعني البطاتا. لكن أنت بالنسبة لألك إيه. البطاتا هيك بكتروها زيت شي. سو بتجيب أنت بطاتية بتقصيها كذا واحدة بتزراعيها. سو السيكلامة قريبة لأن هالبصل تحت الأرض تشبه التوبيركل تبع البطاتا زراعيا. سو هي بزيت الطريق. الفرق الوحيد أنه السيكلامة بساعدها نحطها شوية تسقعة. هيدا اللي كتير ناس ما بينتبهوا له. وإذا بدنا نوصل لهم مسجل. طب البصل اللي بدنا نحطها بالبراج. بطير منها. صح فالأساس بسيكلامة أنه بلز ما تخلص الزهرة أو تخلص الورقة مش يعني ماتت ولا حدا غشكون. هي السيكل طبعا هيك. كل سنة بترجع البصل بتاعت ورقات ورقات بيجعوا بزهرة. بكل أركيدي نفس الشي. بس أنتو عطوها شوية فرتيلايزر سميد عضوية للبصلة تكون كبيرة وترجع نبتة حلوة. طب شو اسم الفيرتولايزر اللي يجب نحطه. مهم يكون. ما في اسم. نومارو هيك. حلا بلوم بوستر بسعادة زهر. الأساس يكون متكامل يعني فيه أزوت فوسفور بوتاسيوم لثلاثة الأساسيات. طب وإذا بدنا نستعمل وكل قدية نسئية وإذا بدنا نتغطيس كل مرة لازم نحط اللوم بوستر أو مرة بشهر. تضغطس السقاية عادية مرة بجمعة أزئناف ما تجيبوا ماي أو ماي على الورقات. بينما للفيرتولايزر إذا مرة كل شهر ونوص بتكون نيحة بالجروينج سيزن. لما بعدينها مثل ما كنت عميلك رح تروح ما بقى في لزوم يعني لما تكون هي نايمة البصلة. بس الأساس أو هيدا الفيرتولايزر ونحط على قليلة مرة أو مرتين بالسنة. جرانيول كرميل تاخد على رواقية الكيميوية كلها للبصلة تكون منيحة وترجع السنة جاء. شكرا مارك على المعلومات. نرجع من تشوفك نهاري السبت على الأراد. مشاهدينا وقفي ومنتابع العيب.